السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هني سجائيات قاسم طالبة بيولوجي مرحلة رابعة جامعة المستنصرية موضوع اليوم انه شلون القات ميكروبيات ممكن تأثر على المنتل هيلث عندنا نقول انه قات ومنتل هيلث فانه شلو رابط رابط هو القات برين اكسس القات برين اكسس هو عبارة عن سيستم بين الجاسترو انتستنال استراكت والسنترال نيربرس سيستم يصير عبارة عن connection between them فاي خلل بالاميونيتي اي خلل بالنيربرس سيستم اي كيميكولز معينة تفرز بالامعاء ممكن تؤثر على صحة البرين والعكس صحيح منو يوصلها اهم شي اهم نيرف بيهن هو الفاقس نيرف الفاقس نيرف هذا ينقل السيجنالز من القات الى البرين والعكس سواء كانت منتالي او فيزيكلي يعني مثلا تخص الديجسجن او تخص الصحة النفسية هورمونز معينة اللي يكون الرابط بيناتهن هو الفاقس نيرف ها فيه شعور لما يكون عدكم توتر قبل الامتحان بالتالي تحسون بوجع ببطنكم هذا الشعور سببه النواقل العصبية اللي بين الدماء والغوت بالاضافة الى شعور البرفلايز وجوده بشكل طبيعي اساسا نقص بيها هو خلل خلل بالتوازن اسمه الديس بايوسيز الديس بايوسيز هذا ممكن يؤثر على الديجسجن بالتالي ايقل بعدده اتأثر على صحة الجسم وعلى الاميونيتي وممكن تؤدي الى انفلميشن ويصير جسورجوز مثل الاكتئاب او الانكزايتي والديس بايوسيز مو شرط يكون معناه بس قلة بعدد البكتيريا المفيدة وانه ممكن يكون زيادة بالبكتيريا السيئة البكتيريا الباد فيصير عدد البكتيريا الباد يكون اكثر من عدد البكتيريا بالتالي يؤدي الى افضل مثال عن الديس بايوسيز هو القولون العصبي اللي عدهم قولون العصبي تكون صحتهم النفسية سيئة بالاضافة الى انه عدهم مشكلة بالديجسجن عندما يكون عدهم مشكلة بهالشي فافضل مثال عن ال got a brain connection و ال got a brain access والديس بايوسيز هو القولون العصبي احد اسباب اكيد موساب بالوحيد بعدها عدنا البنيفيشيال بكتيريا اللي اتأثر بشكل اساسي على المنتل هيلث هي اللاكتاباسلس و الفيديو بكتيريوم اللاكتاباسلس و الفيديو بكتيريوم اثنين هم يفرزون شيء اسمه جابا الجابا هو عبارة عن نيروترانزمتر كيميكل معينة يفرز ال got يؤثر على الخلايا العصبية يؤدي الى قلة النشاط بيها مو قلة نشاط وانما يهدئها relaxing يؤدي الى relaxing حتى اللي يعدهم مشاكل بالنوم القابا كل شيء يفيدهم و اغلب اللي يعدهم اكتئاب يلاحظون انه القابا عندهم نقص بيها والسيروتونين شون يأثر على السيروتونين وانا انتاجه راح نناقش بعدين اما الفيكالي بكترين الفيكالي بكترين ممكن produce anti-inflammatory short chain fatty acids هاي short chain fatty acids تقلل من وظيفة pro-inflammatory cytokines cytokines pro-inflammatory تؤدي الى زيادة inflammatory وبالاضافة الى انه تؤدي الى زيادة التوتر بالجسم وزيادة الدبريشن اغلب اللي عندهم امراض و inflammation يكون الاكتئاب عندهم كلش قوي فال fecal bacterium تؤدي الى produce anti-inflammatory مثال عليها ال putric اللي support gut and brain health اي اي دس بايوسيز يصير اي خلل بتوازن المايكوب بكتريم اللي موجود بال gut يصير over production بال pro-inflammatory cytokines اللي هنا انترلوكين و tnf alpha فظني يؤدي الى inflammation ويؤدي الى خلل بال mental health ايضا فتجي الفيكالي بكتريم تفرز anti-inflammatory cytokines مثل انترلوكين 10 وذكرنا قبل شوية short chain fatty acids ايضا فتؤدي الى تقليل هذا الثالث بعدها ساعدنا السيروتونين السيروتونين يتم انتاجه في القط بشكل خاص بالانتيرو chromophane cells بال gastro intestinal tract مو مثل ما الكل يعتقد مو بالدماغ انما بالامعة السيروتونين ينتج من تحول لتريبتوفان اللي هو حمض اميني بواسطة انزيم اسمه تريبتوفان هيدروكزايليز اما يتحول الى سيروتونين اما يتحول الى كينورينين الكينورينين ينتج في حالة وجود فمثل ما ذكرنا احنا البكتيري النافعة تنتج سايتوكاينز مضادة لل pro-inflammatory سايتوكاينز بالتالي ما يضل اكو حاجة لانتاج الكينورينين ويتم تحويل السايتوكاينز ويتم تحويل التريبتوفان الى سيروتونين بدلا من الكينورينين بالاضافة الى انها اصاسا تحفز الانتيرو كرامافين سيلز على انتاج السيروتونين وهي نفسها ايضا تفرز وهي شي تم اثباته بعد قراءة الحمضة النموي للبكتيريا نفسها وبعدها عدنا التجربة اللي سووها على بعض الاشخاص قطوهم بفيديو بكتيريا من المدة ثمان اسابيع ولاحظوا عليهم انه سيروتونين بدت تصعد عدهم وقلت عدهم اعراض الدبريشن وصار عدهم تحسن بالمود بشكل واضح بالاضافة الى تجارب اخرى ايضا تثبت هذا الكلام مثل اعطوا للفار لاكتوباسيلس بكتيرين ولاحظوا فرق شبير به مثل تقليل من انتاج الكورتيزول الكورتيزول هو هو جدا مفيد للاستجابة للتوتر بالجسم بس لما يزيد عن حد يؤدي الى اكتئاب يؤدي الى قلق جدا قوي فالخلايا تقلل انتاج الكورتيزول الخلايا البكتيرية وجودها يقلل من انتاج الكورتيزول بالتالي يؤدي الى تهدئة الجسم وزيادة الريلاكس ولاحظوا انه قلت اي ديبرشن او انكزايت بهايفر عند المايس بعد ما اعطوا الاكتوباسيلس وزيادة في الاكتيفتي اما القابة ريسابترز بالدماغ القابة قلنا انه يساعد على الريلاكس وانه يقلل فرط النشاط اللي صاير بالجهاز العصبي حتى اللي عندهم قلت نوم القابة ريسابترز وتنشيطها جدا راح يفيدهم وبجزء من التجربة قطعوا الفاقس نيرف اظهر انه ما صار اي تغير بالفار بعد ما قطعوا الفاقس نيرف بدليل انه الفاقس نيرف هو اللي ينقل هاي السيغنال للدماغ بعدها عندنا التجربة اللي سووها اللي هي فاقل مايكروبيوتا ان ترانس بلانت اللي هي عبارة عن انه جابوا مايس free من جرمز شلون هذا مايس انتج انتج فيه ظروف معقمة جدا حتى ولاد توكل شي ولا يمكن انه يحصل مايكروبيوتا غير من المصدر اللي هما الطغية اللي هنا جابوا انسان مصاب ب depression و اطلو فيه كل مادة لهذا المايس ولاحظوا انه المايس بتظهر عليه depression و anxiety behaviors اطلو اطلو من healthy individuals و رجح طبيعي اختفت كل اعراض القلق فشي يثبت انه ال gut microbiota واي gut dysbiosis يصير بالجسم تؤثر على الصحة النفسية بشكل جدا كبير thank you for listening اتمنى انه تهتمون بغذاءكم تهتمون بالبكتيريا النافعة بجسمكم لان هذا استثمار بصحتكم النفسية وشكرا للاستمار